لماذا قبل المغرب المساعدة من أربع دول فقط؟ خبيرة فرنسية تجيب بمجرد أن أعلن المغرب قبل عروض المساعدة من أربع دول فقط تسأل متابع عن السبب وراء ذلك خاصة وأنه قد تلقى عروضا من مختلف أنحاء العالم كما أن تداعيات الزلزال المدمر كبيرة وتحتاج جهودا استثنائية وكانت عدة دول عرضت خلال اليومين الماضيين تقديم المساعدة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل والهند ومصر والجزائر وقال بلاغ لوزارة الداخلية إن السلطات المغربية استجابت لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة الإمارات المتحدة والقطر وإسبانيا والمملكة المتحدة والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ وفي حوار مع صحيفة اللوفيغارو الفرنسية قالت سيلفي الرئيسة السابقة لمنظمة العمل ضد الجوع وأستاذة الجغرافية في جامعة السوربون والمتخصصة في الشؤون الأفريقية حين تتعرض دولة المال كارثة فإن أمر طلب المساعدة من دول أخرى متروك لها إنها مسألة سيدة ليس هناك مجال لتدفق المساعدة من مختلف دول العالم إلا إذا فشلت الدولة بنفسها كما حدث في هايتي في عام 2010 وحينها جرى الحديث عن تجريد هايتي من سيادتها في حالة المغرب فإن سلطات البلاد تريد الاحتفاظ بالسيادة وتريد أن تثبت أنها قادرة على قيادة عمليات الإغاثة بنفسها استعجال طلب المساعدة والإغاثة أثناء المآسي الإنسانية يشكل مصدرا للعديد من المشاكل مثل سوء التنسيق والإزدحام والعشوائية عناصر الإنقاذ المغربية نفذت الجهود الضرورية في أول 24 أو 48 ساعة وبالتالي فإنه بحلول الوقت الذي تصل فيه المساعدة الدولية ستكون فرص العطور على ناجين قد ضعفت بشكل كبير